ازايكم اصحابي عاملين ايه? انا احمد شيطون. سبق قبل كده وكنت شرحت برنامج اي كون باك استوديو. في الصابنيل زار قدام كم دي وهسيب لكم طبعا اللينك الحلقة برضك لو حد حابب يشوف ها. البرنامج ده يا جماعة بصراحة هو اختراع برنامج ممتاز جدا لتلفونات سامسونج. المشكلة بقى جماعة اللي زالت في البرنامج دي مؤخرا ان هو جاله وتحديث كله ما يشتغلش على التلفونات سامسونج. وطبعا ده حاجة يعني يعني حرام. لدرجة انا اصلا البرنامج ده حتى انا شاريه. يعني انا دفع فيه فلوس وشاري برنامج مكتر ما هو برنامج مميز جدا. فان انا ما عرفش استخدامه عندي على التلفون. فكان امر مزعج جدا. حتى انا بعد كده ادي التقييم واحد على المتجر جوجل بلاي. بس مؤخرا بعد ما نزلت تحديث الوان يو اي سيكس. الجاي على التلفون بتاعي الوان اس تنون عشرين الترة. واشتغلت باندرويد اربعتاشر. لقيت فيه يعني جديد للبرنامج. لما نزلت ده وقلت اجربه. لقيت انه هو رجع تاني يشتغل على تلفونات سامسونج. بس رجع يشتغل بيعني بطريقة مختلفة شوية. مش بنفس الطريقة اللي احنا كنا شرحناها في اول حلقة. فعشان كده طلعت اعمل حلقة تانية عن البرنامج ده. يعني لكزا سبب او سبب ان البرنامج ده فعلا يستهل اكتر من الحلقة. تانية حاجة عشان الناس اللي البرنامج وقف معها او ما اشتغلتش معها زي حالاتي. هقول لهم لأ البرنامج رجع يشتغل تاني. وتانية حاجة يعني لو حد او مرة يسمع على البرنامج ده فهده بقى معلومة جديدة بالنسبة له. فبدون راغي كتير خلنا نخش في الشرق. اه طبع يا جماعة ارجع طولوا بعد الانترو. كالعادة نخش اعطفوا موضوع الحلقة. طيب انا وصلت خلاص تلفون بتاعي اللذيز. هتخش بعد كده عندك على وهتكتب في السرش عندك اللي هو اي كومباك استوديو. تمام? هو البرنامج طبعا ايه بس مش بالكامل طبعا هو تحميل قصد اقصد فري يعني بس لما تعمل له اوبن كده في هنا اي كومباك تزالك دلوقتي الاي كومباك دي مش كلها فري. انا طبعا كلها هتزالي هنا فري اللي هنا نشاري البرنامج. فانت برحتك في اي كومباك هتبقى فري في اي كومباك هتبقى بفلوس. فانت عايز بقى تشتري البرنامج اشتريه مش عايز تمام. فهنفترض مسلا الاي كومباك الاولية دي دي غالي ما تبقى بفلوس يعني. بس هنفترض ان هي ببلاش. تمام? انا عايز اصاب اسبت اي كومباك دي. هيسبتها ازاي زي بطولكم بعد الطريقة الجديدة او اخر التحديث. اضغط عليها كده. وهتقول له هنا كده كلمة. هتلاقي زارت معاك هنا كده اللي اسمها بولو دي. اضغط عليها. بعد كده تقول له هنا. وهتسنى هتلاقي اللي هو الشريط ده دي. هنا بقى ده بقى ده اللي اختلاف الجديد او ده الشكل الجديد. بقول لك في الطريقة الجديدة ان هو بيحط لك ملف كده في فولدر عندك. فانت هتقول له هنا كده اوكي. هيخش معادي كده عندك هنا. هتخش على الزاكرة الداخلية. هتخش بقى كده على هتلاقي اللي هو هو. اللي هو اي كومباك اللي هو ده. اضغط عليه. وقول له هنا كده او عندك انت هيبقى اسمها انا عندي لان انا كنت مثبت اي كومباك قديمة يعني. خلص معنا اقول له هنا اطلع برا خالص. هتخش على وهتخش هنا على وهتيجي هنا على هتقول له هنا اغط هنا على بعد كده انزل تحت اختار لها تمام? لازم تختار دي يا جماعة. اضغط عليها كده. بعد كده تعال هنا على السهم اللي هو بتاعت ده واللود ده اضغط عليه. وسميها اي اسم زمان تعيز. وشاف كان اسمها بولو تقريبا اي حاجة. بس عمتا مش شرط او حتى بولو بدي مش مشكلة. سميها اي اسم زمان انت عايز يعني. بس بقاش في مسافات وكده. وقول له هنا اوكي. طيب خلص معنا جاي اللي هو اللي هو عمال يورقص ده. اضغط عليه كده. وقول له هنا كده ابلائي. اوه زي ما شافينا يا جماعة الاي كومباك اتطبقت معايا. ولو ناخد بقى يا جماعة البرنيمج ده بصراحة يعني لو حتى انت قم تسمعوا عنه البرنيمج ده جماعة تحفل درجة انا اشتريته والله. احلى ميزة في البرنامج ده ان يعني اي اي كومباك يا جماعة انتم بتجيبوها. غالبا ما بتبقاش فيها كل الاي كونات او كم تطبقات اللي عندك وبابقاش لها كومباك. يعني ممكن بتلاقي فيها حاجات متطبقة في ها الشكل. وحاجات تانية لأ. انها البرنيمج دي منيسته ان هو اي شكل عندك هو بيطبق لك. يعني هنا ب akkor افضل حاجات سامسونغ هتلاقي كلهاussきを متطبق عليها. لو فتحت هنا مثل حاجات جوجل هتلاقي كلها متطبع عليها شكل الاي كومباك. فدي اكبر ميزة واحلى ميزة في البرناك بصراحة ان اي عندك هتطبع عليه الاي كومباك ده. هو بصراحة برنامج جميل جدا جدا. انا عن نفسي اي اي كومباك يعني موجود عندي او بستخدمها. هطلعش بره البرنامج ده. ساوعا هندي عندك هنا الهوت اللي هو اكتر حاجة مستخدمة يعني. كل دي اشكال يا جماعة موكم تستخدموها على الترفون عندك. وانا واحد بمل بسرعة بصراحة من شكل الاي كومباك. انا مهما كانت الاي كومباك عجباني بمل لي منها بسرعة. فعايز كل شوية انا حياة جديدة. ده مسلا بتاع سامسونج هو بس في شكل رويش شوية او اه اعلى شوية الالوان الالوان عميقة اكتر يعني. كل دي اشكال. كل دي اشكال يا جماعة. طبع زي ما قلت لكم انت لازم تكون شاري البرنامج عشان تحصل على كل الاشكال دي مجانا. لو انت هتنزل نسخة اه هيبقى في عندك حاجات يعني زي ما قلت لكم فري وحاجات بفلوس. فده كان مسلا الهوت. انت ممكن بتخش بعد كده هنا على والميزة يا جماعة بالنسبة ده بصراحة مدعوم يعني انا كل يوم بخش بلاقي او اه اي كومباك جديدة انا اسف. كل يوم ما بخش بلاقي اي كومباك جديدة. مش اللي هو مسلا بقى فيه مسلا مطورين تلاتة وخاص شغالين عليه. وفين وفين بقى ما يجي لك شكل انت حرفيا يعني انا صبح وليل بخش عليه دايما بلاقي اي كومباك جديدة. وشكلها جماعة مختلفة. عشان في الاي كومباك تشكله عامل ازاي? ده مسلا. اه شكلها بجد حاجات شكلها جميلة جدا. وشكلها غير حتى اللي موجود على الجوجل بلاي او بلاي ستور. انا بصراحة يعني ده اللي خلالي حتى لخلالي اشتري البرنامج. ان انا بدفع فلوس في حاجة. فيها ده يعتبر زي مطجر الاي كومباك. ده مليان اي كومباك. فاقمتا انا هسيب لكم لقم تحميل برنامج في صندوق وصفه وبرده كنسيب لكم يعني وانت شفته اسمه في اول الحلقة يعني. مازل ما بقول لك يا جماعة هو البرنامج حتى انتو لو لو انا جبت لكم على جوجل بلاي تاني انا كنتم يدي له حتى تقيم واحد بعد ما كنتم يديه تقيم خمسة حتى كتب لهو افتال ده كان هو اخر عامله وما كانش بخليه يشتغل مع الاندرويد. صراحة بعد ما حدست التلفون بتاعي الاندرويد لو اربعتاشر وان يو اي سيكس لقيت في ابو ديت جيه للبرنامج ده فقلتم اجرب فلما نزلته لقيته اشتغل معي زي ما نشرتك كده طب حلقة النهاردة فاي حد معام باقي السامسونج اشغال بوان يو اي برنامج ده يا جماعة كنز وتحفق ليك جربه وصدقاني مش تندم وبس يا جماعة دي جانت حلقة النهاردة لو عجبك الحلقة ما تبخلش عليا بلايك كومنت جميع زي كده اشتغل في القناة لو انت او ما تشوفني فاعزار الجارشن كل جديد انزله يجي لك باشعار وبس كده يا شباب سلام